أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التي تأتي لتذكير بكفاح أجيال من الشعب فطلعت إلى التخلص من الاستعمار والسيطرة الأجنبية جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو شعب مصر العظيم أتوجه لكم بخالص التهنئة في الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التي تأتي لتذكيرنا بكفاح أجيال من شعبنا نظرت ذات يوم إلى المستقبل فأردته حرا كريما لمصر وأبنائها تطلعت إلى التخلص من الاستعمار والسيطرة الأجنبية وقدمت من أجل ذلك تضحيات هائلة حتى توجد ثورة يوليو الخالدة تلك المسيرة الممتدة التي تبلورت خلالها الوطنية المصرية واشتد عودها لتقف على قدمين ثابتتين مطالبة الاستعمار بأن يحمل عصاه على كاهله ويرحم كما ردد الزعيم جمال عبد الناصر قائد الثورة الذي نتوجه إليه اليوم بتحية إجلال وتقدير ونتقدم أيضا بتحية اعتزاز للرئيس محمد نجيب الذي تصدر المسؤولية في لحظة دقيقة من عمر الوطن وللرئيس البطل محمد أنور السادات الذي أدى الأمانة في الحرب والسلام ودفع حياته ثمنا غاليا لكرامة مصر ومستقبلها ترجمة نانسي قنقر